اهلا بكم خلقة جديدة النهاردة في فيديو دي دا نتكلم فيه عن مين هم رجالة المعروفين بقوة شخصيتهم يعني الفيديو دا موجه للستات و للرجالة فبس النهاردة نتكلم عن مين اقوى هنقول اقوى خمس رجالة او اقوى ست رجالة شخصيتهم قوي جدا جدا عندهم كاريزما في الشخصية عندهم حضور عندهم لا يعني فيه قوة شخصية فيه قوة اداء كده فيه فيه هيبة كده اوكي فالابراج دي عندهم هيبة عندهم قوة شخصية عندهم حضور قوي جدا جدا طيب كان عادة اقولولي انتوا مرتبطين دا السؤال للبنات بقى لو تفرق عليها اقولولي انتوا بورجي مرتبطين بورجي بتحسين شخصيت حبيبك او جوزك او خطيبك شخصيته قوية او لا طيب فيه طبعا انا بحس ان الشخصية قوية او الشخصية قيادية او الشخصية الكاريزماتيك كده اللي هي قوية جدا دي ميزة يعني انا كراشا انا بورجي العزراب انا بيجزبني راجل ان شخصيته قوية انا للراجل بتعمل حاس ان شخصيته ضعيفة دي حاجة مش بتأتراكت مي خالص يعني هي مش تبقى حاجة اتراكتف بالنسباني دا انا اي بي سي دي جاذبية عندي ان انا احس ان الراجل قادر على القيادة احس ان انا شخصيته قوية لدرجة ان انا اقدر اعتمد عليه واقدر اثق فيه طيب العزراب تتوقعوا مين اكتر ستة ابراج شخصيتهم قوية haنا نقول ستة ابراج بعد كده خالص تيف اوكي عزراب تتوقعوا مين اكتر ثلاث رجالة اتعملتوا معهم او قلولي مين اكتر ثلاث رجالة تعملتوا معهم شخصيتهم قوية طيب هييجي عندنا فى المرتبة الرقم ستة هييجي عندنا بورج من الامراج مش بترتيب علي فكرة الشخصيتهم قوية جدا ль برج الجدي برج الجدي هو شخص قوي شخص غامض شخص ساكت شخص عارف ايمة نفسه جدا واثق فى نفسه قوي قوي عارف هو رايح فين عنده اهداف بطيق شوية بس هو فاهمه وبيعمل ايه فاهم رايح فين فاهم بتكلم ازاي بيعرف يتكلم كويس قوي متحدث لبق جدا جدا متحدث بارع بيعرف يعبر عن نفسه بيعرف يعبر عن شخصيته هو شخص كاريزماتك شخص كده كاريزمات قوي أنا بحس إن برج الجدي من أكتر أكتر الأبراجل شخصيتها قوية في رؤساء دول كتير جدا جدا سيادة الرئيس محمد أنور السادات سيادة الرئيس جمال عبد الناصر برج الجدي في ناس كاريزمة شخص قوي هو قوي وعتمد عليه شخصية قوية شخصية ليها بيفكر ليه حضور ليه هيبة كده ييجي بعد كده عندنا رجل برج نيري وأنا بعشاءه بحب الرجل البرج نيري ده إن الأبراجلة بحبها جدا رجل برج الحمل رجل برج الحمل هو الليدر وشخصية قوي بالفطرة هو بتولد كده ليدر بتولد كده تحس إنه قائد بتولد كده عنده قوة عنده عظمة واثق في نفسه عنده حضورة عنده كاريزمة شخص جزال فهو شخصيته قوية بيعرف يصنع قراراته مش متردد جريء شجاع عنده هيبة عنده حضور عنده قوة ما بنعرفش إنه تردد عن رجل برج الحمل فرجل برج الحمل هيجي عندنا برضو من الست أبراجل أكثر قوة شخصية بعد كده هيجي رجل برضو من الأبراج اللي أنا بحسها برج قوي جدا جدا ما نقدرش ننكر قوته وهو رجل برج العرب رجل برج العرب ده المخضرم اللي هو الخبرة بقى هو الرجل الخبرة راجل قوي جدا واثق في نفسه جدا عنده هيبة عنده حضور عنده جاذبية شخصيته قوية عنده وده بقى مش من نوع اللي بتحب يتتني ويتفرد هو فيهم إنه هو شخصية قوية عارف قوة شخصيته هو ليه هيبة يعني العقرب ليه هيبة كده ليه حضور قوي ليه ليه طريقة كده العقرب من الرجال اللي عندهم طريقة عندهم عارف قيمة نفسه واثق في نفسه جدا جدا بيعرف يتكلم وتحدث لبط بيعرف يعبر عم شعره بيعرف يتكلم بيعرف يجذب هو شخص جذاب جدا جدا يجذب مش يجذب يجذب يعني جاذبة مش كاذبة طيب فرجل برج يعني العقرب وخاصة وخاصة اول عشر تيام واخر عشر تيام يعني اخر عشر تيام بيبقى اخد قوس وقوس برضو شخصية قوية اول عشر تيام بيبقى اخد من ميزان ده بيبقى جذب جدا جدا ودي حاجة بتديله ثقة في نفسه بتديله كده حضور قوي جدا طيب نيجي بعد كده عندنا من اكتر الابراج اللي شخصيتها قوية جدا عندهم حضور قوي جدا 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 هيجي عندنا رجل برج القوس القوس شخصية قوية شخصية قيادية حتى الست قوس كمان شخصيتها قوية وثق في نفسه عنده حضور عنده ما بيهموش حد كده جريء شجاع مقدام عنده بيعبر عن رأيه ما بيخافش ما بيدمه خفيف كده صريح القوس من الابراج الصريحة لو حاجة في دماغه هايقولها بيعرف يتناقش بيعرف زكي بيعرف يتكلم ما بيعرفش طموخ جدا جدا فرجل برج القوس من الابراج شخصيتها قوية مع انه ممكن ما يبانش عليه انه هو مش ما يبانش عليه يعني هو بيحب يهزر ويدحك بيصوى في النهاية رجل شخصيته قوية جدا انه برج ناري برضو طيب بعد كده هيجي عندنا رجل برضو من رجل اكتراكتوف جدا وجذبك جدا جدا واثقين في نفسهم وعارفين قيمة نفسهم قوي 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 هو رجل برج التور اف بقى على التقل اف بقى على قوة الشخصية اف بقى على الهيبة على الحضور على الثقاف النفس المتناهية يعني عنده درجة قوية جدا جدا من الثقاف النفس قائد شخص كده تئيل عنده هيبة بجد التور عنده هيبة عارفه عايز ايه عارف راح فيه مبطية مش ههبل كده مش متسرع مش هوجائي لا هو عارف هو راح فين عارف هو بيقول ايه عارف هو بيعمل ايه متمكن قوي شخص قوي برج التورش عنده شخصية قيدية عنده حضور قوي جدا جدا يعني السيدة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك انا بحبه والله يرحمه اتفقنا او اختلفنا سياسان بس هو رجل انا بحترمه رؤساء دور كتير جدا جدا بيكونوا من برج التور طيب تعالوا نعيد تاني احنا قلنا مين الابراج اللي شخصتها قوية وليهم حضور قوي جدا قلنا برج طبعا برج الحمل قلنا برج العقرب قلنا برج مين تاني قلنا برج مين يا راشا حمل قلنا عقرب قلنا تور مين اول واحد انا قلت يا جماعة وقلنا قوس وقلنا تور وقوس ومين اول واحد قلته عقرب جدي خمسة جدي من بقى في المرتبة السادسة هيجى من اكتر الابراج اللي شخصيتها قوية وعنده خضور وعنده قوة كده قوة فضيعة ورهيبة وحضور قوي جدا 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 راجل بورج الاسد من الرجال القوية لشخصيتها قوية هي الابراج اللي نري عادة عندهم حضور قوي عندهم قوة عندهم عظمة عندهم هيبة بيعرف يتكلم جريء شجاع مقدام صريح فهو رجل شخصيته قوية وراجل عنده خضور انا بس باخد على الاسد ما بحب الكلم عن نفسه كتير فدي شموية بتاخد منه طيب في بقى هلأقول مرتبة السادسة مقررة هيجى رجل بورج الجوزاء رجل بورج الجوزاء من الرجال الوثقة في نفسها جدا شخصية قوية بيعرف يعبر عن رأيه بيعرف يتحدث بيعرف يتحاور بيعرف ياخد حقه جريء شجاع مقدام فهو مش من الابراج اللي جبانا خالص بس هو شخصيته قوية جدا 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 لو أقول مين بعديهم بقى يعني هيجى رجل بورج العزراء العزراء برضو من الشخصيات القوية الشخصيات القيادية الشخصيات اللي ليها حضور الشخصيات الطموحة الزكي جدا جدا المقدام اللي بيعرفوا عايز ايه صريح جدا جريء شخصية اللي هيحضور ليه هيبة كده غامض ما تفهمهوش يعني طيب مين بقى اكتر ثلاث ابراج من الابراج اللي اقولتهم دولة شخصية قوية وقيادية وشخص قوي جدا جدا ويا بختها اللي هتتجوزوا لان هتحس كده ان معها اسد كده معها شخص كده ضهر قوي جدا طيب برج الحمل برج العقرب برج التور دول اقوى ثلاث شخصيات قوية في الرجالة اكتر ثلاث شخصيات هتقابلوهم قوية في الرجالة عقرب حمل وتور كشخصية قوية كشخصية قضية 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 قلولي انتو مرتبطين بورجي بتحسوا ان الشخص اللي انتو مرتبطين ده شخص قوي وليدر ولا لا تانكيو بحبوكو جدا 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 اشوفكو في فيديو بتاني بليز بقى تعملو شال لصحابكو او صحابتك او اجواسكو او خطيبك او حبيبك اللي من بورجي ده قولي له انا مبسطة جدا جدا انا مرتبطة بشخص شخصيته القوية ويهناها يا سعدها يا راحت بالها اللي هتجاوز شخص يعتمد عليه شخص شخصية قوية خد بالكو شخصية قوية مش لازم يكون يعتمد عليه يعني فيه الناس اللي قلت عليهم دولة ما تعترفش تعتمد عليهم بس همو شخصية قوية شخصية ليه هضور شخصية ليهم رأيهم جراء شجعان يعني تانكيو بحبوكو جدا 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 اشوفكو في فيديو تاني قولولي رأيوكو تحت في الكومنتات ما تنسوش تابقوني على السوش الميديا على الاستجرام وعلى فيسبوك وعلى اليوتيوب تانكيو باي باي مع السلامة